والآن مع فقرة العربية نت وينضم إلينا من فريق العربية نت الزميل هادي الترفي صباح الخير يا هادي صباح النور صباح النور محمد هادي الظاهر حتى في مصر استورة 25 يناير أثرت حتى على أسلوب المعاكسات نعم هي معاكسات الكلمات التي يوظفها الشباب في الشوارع بناء على الفن البداية في الحديث والذوق العام في مصر من كلمات والأحداث السائدة في مصر خلال العام خاصة أحداث الثورة ونحن نقترب من العام من الذكرى الأولى لها كلمات مثل الشعب يريد أو حضر التجوال أو الحوار الوطني الملطوف هذه فالشعب يريد إسقاط النظام هو كان شعار الأبرز في ثورة يناير في مصر الشعب يريد مثلا رقم تليفونك يصبح في لغة المعاكسات في الشوارع أو حضر التجوال مثلا يقولون عنه أنت وحشني وحضر التجوال حيشني أي يمنعني زي ما يستخدم في الشوارع وأيضا في القصة تتضرر إلى أن لغة المعاكسات أصبحت أيضا هناك ظاهرة جديدة يعتبرها البعض بأن الفتيات أحيانا في الشوارع يبادرن في معاكس الشبان هناك طبعا القصة دخلت عليها تعليقات كثيرة أكثر من 500 تعليق قبل أن أأتي هنا للستوديو يعني تضمنت أيضا معاكسات أخرى نشرها الشباب هناك النسحب يضيفه يعني على القائم نعم الموضوع أو الموضوع الثاني سعوديون يختارون شقة السطح حشا للزوجية نعم شقة السطح هذه في بيت الوالد يعني أحيانا يضطر الشاب السعودي في السنين الأولى من الزواج إلى بناء شقة على سطح بيت أهله ليتمكن بعدها من الانتقال إلى بيت أكبر طبعا في القصة روى بعض الشباب السعوديون هناك يعني تجربتهم من العيش في شقة السطح خالد أحدهم قال أن السبب هو واضح وغلاء الإيجار والشراء السكن في السعودية فائز هو الآخر ومواطن آخر قال أنه اضطر إلى العودة إلى بيت أهله بعدما كان يسكن في شقة مستأجرة بعدما رفع المالك أسعار الإيجار أيضا طبعا التعليقات أيضا التي نزلت على القصة كان لها مزيج من المسك مثلا بعضهم يقول شقة الوالد يعني شقة السطح هي زينة بسبب أنه الهواء نقي ونصطل على الطبيعة بشكل جميل حاول أن يخطو نظرة إيجابية على الموضوع نعم بيع باربي نعم باربي تعرفون من الدمل التي لها شعبية واسعة في مختلف البلدان وفي إيران أيضا حاملة تقوم بها شرطة الأخلاق حسب ما يعني يعلنون للحد من تأثير الثقافة الغربية على القيمة الإسلامية السائدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني هناك مقابلات مع أصحاب متاجر في شمال طهران عبر وقالوا يعني أنهم خلال الأسبوعين راجعتهم من الشرطة وابلغتهم بعدم بيعها ولكنهم لم يخفوا بأنهم يبيعون هذه النمية بشكل خفي يعني بعيد عن يعني أعيون أنشزة الرقابة هناك في البلد هذا الخبر يعني كونه له علاقة بإيران وباربي أيضا ينقل إلى الصفحتنا اللي بالفارسي نعم وهو يعني في البداية نشرناه نحن على الصفحة الفارسية آه بالبداية كان هناك نعم يعني المصر كان بالفارسي يعني الحملة هذه أعلنوا عنها وكان هناك تصريحات نزلة في الصحفة الفارسية على هذه القصة ونشرناها أيضا هناك كيف كانت ردود الفعل؟ البعض يعني عبروا عن استغرابهم لهذا الموضوع لأن الدمي هي دمي قديمة يعني أصبحت يعني تتناقل بين الأجيال يمكن يعني متلفة ولها شعبية واسعة ولا يمكن ألحد منها حتى يعني حتى لو منعتها بعضهم يقول أصبحت أي خصم من كلاسيكية الألعاب لازم كل أحد يعني يكون عنده بعض ولطيفة أن إيران أنتجت منتوج وطني سمته سارة ودارة آه عندهم سارة نعم ودوميتها لكن يعني طبقا ما يعني متابعتي يعني لم تواجه ترحيب في الشارع لأنهم يعني تعودوا على دمية باربي وهي لها شعبية أكبر هذه طرفي من فريق العربية نت شكرا لوجودك معنا شكرا لكم